أثرها الكابتن خالد الغندور كالعادة ولكن كان الرد عليها من منطلق عودة الحكم للتدريب تعالوا نشوفوا وقت أزمة الأهلي والتراجي الكابتن خالد الغندور تلع في فيديو لايف على الفيسبوك قال إيه ونرجع نعقب نروح بقى ليه مهدي عبيت الحكم الجزائري قال لكم بس بعض المعلومات المهمة الدنيا راح فين هل تم التحقيق معاه فعلا تم التحقيق معاه وتم إدانته وبقول لكم أن المدير التنفيذي للاتحاد الأفريقية عمر مصطفى مراد فاهمي في مجمل الكلام اللي بيتقال أنه ما عنده مشكلة أن يتم إدانة مهدي عبيت ولكن الإدانة بتكون بعيدة عن النادي الأهلي وبعيدة عن مجلس إدارة النادي الأهلي حتى لو هناك أشخاص أو شركات أو أي حد تدخل لأنه يخلي الحكم ما يكونش فير في المباراة فهذا ليس له علاقة بالنادي الأهلي ومجلس إدارته وأن في حالة إدانة مهدي عبيت وهي قد تحدث خلال أيام اللي جاية لإعلان الرسمي لن يدان النادي الأهلي ولن يتم استبعاد النادي الأهلي ثلاث سنوات وأن الإدانة قد تكون لأشخاص شركات وطفر بعيدة تماما عن مسؤولي النادي الأهلي وده اللي حصل يا جماعة في جنوب أفريقيا والسنغال إما الحكم لامتي الحكم الغاني تم إدانته رسميا بالرشوة واعترف يا كابتن خالد يا كابتن خالد كون أن أنت تضرب مثال حي على لامبتي صاحب طبعا الهدف إنرامو الشهير ده معناه أن أنت مدرك تماما الفرق بين حكم بيخطئ وبيعاقب الخطأ وحكم مرتشي اللي حصل مع لامبتي تم شربه مدى الحياة وما كانتش في مباراة الأهلي والتراجي طبعا زي ما قلت مباراة منتخبات جنوب أفريقيا لكن طلاقة ثبت رشوة على حكم مش ممكن يحكم تاني أنت في الوقت ده قلت إن الحكم ده تم إدانته بس عمرو مراد فهم بيحاول يلعب أن يطلع أنني أهلي من الموضوع طبعا اتهمات واضحة وصريحة وما فيهاش حتى تلميح إن الرجل ده واخد رشوة طب الرجل ده لو واخد رشوة كان هيتمنع ويتشطب تماما من التحكيم في المباراة لكن الحقيقة الرجل ده في تاريخ 5 فبراير حكم في الدوري الجزائري واشتغل في الدوري الجزائري آه توقف شوية إفريقيا ودي ربما تكون لأسباب تخص نفوس داخل الاتحاد الأفريقي وارد جدا حكم زي سيكازوي سيكازوي آه لأ سيكازوي لما غلت أمام طلع أول أغسطس أمام التراجي في الدورة بناء الحكم مع مرة مرور الكرام لكن مهدي بن عبيد عشان أخطأ أمام التراجي لم تمر الوقع مرور الكرام لكن لو كان ثبت رشوة ما كانش يلعب أو رجع كحكم رابع زي ما حرقكم شايفين في مباراة النصر الليبي مباراة الرجاء والغريب المباراة دي تلعب في القائرة وكان خالد لطيف هو المرائب المباراة وزي ما حرقكم شايفين مهدي عبيد هو الحكم الرابع فده وجود الحكم بقى سواء حكم رابع أو داخل الملع فهو حكم لم تزبط عليه أي قضية رشوة ربما في خطأ ما تم استبعاده لفترة زي ما حصل مع جهات جريشة أو أي حكم آخر الأهم بقى يا كابتن خالد إن الحكم ده أدار مباراة زيسكو وأول أغسطس اللي كانت سبب في تأهل نادي الزمالك بدون ما يلعب مباراةه الأخيرة واحد واحد يا كابتن خالد ده لو حكم مرتشي ما كانش يرجع تاني للساحة فأرجوك وإنت بتطلق الأحكام والإدانات دي تاخد بالك لأن دي زمم ناس وإحنا لن نسمح بأي إشارة أو اتهام للنادي الآهلي خاصة يا كابتن خالد إن أنت بتتكلم عن موادين عندك كانوا هم أصلا سبب في اشتعال في تيل الأزمة بين الآهلي أو جمهير النادي الآهلي وجمهير الترجي التونسي أتمنى نتعلم من أخطأنا يا كابتن خالد لأ إحنا محتاجين برضو يا أحمد نتناول فكرة مهمة جدا وهي إن النوعية دي من الاتهامات لا يمكن أبدا إن أنت تكون إعلامي وبتتكلم فيها بشكل مرسل أنا عرفت وفيه كلام بس يبعدوها عن الأهلي الشركة الرعية الكلام ده كله لا يمكن أبدا مهنيا إن أنت تطلقه بشكل مرسل مستحيل وده طرفه فريق مصري من أين أتت لك هذه الجرأة إن أنت تتحدث بالشكل ده على اعتبار إن كلامك ده مش ممكن يسيء العلاقة بين دول كابتن خالد نتمنى مشاعرك تجاه النادي الأهلي معروفة وحديثك الأخير عن إن أنا بتمنى فوز النادي الأهلي وأصلا أنا ما بعملش زي غيري حضرتك مشاعرك مهما جملتها مش هتقدر أبدا تخدع جمهور النادي الأهلي فيها ولكن خلي مشاعرك زي ما هي إنما إن أنت تروح بمشاعرك دي لفكرة الكذب وهي ما تتقلش غير كده ده اللي ما ينفعش نتقبله أبدا وحنقف عنده وحنقف على أي افتراءات بتقال ضد النادي الأهلي وفيه افتراء تاني وحديث وكأن النادي الأهلي أحمد هو الفريق